اشتركوا في القناة وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فكنا وقفنا في القراءة والشرح على قول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وقد يقعوا فيها أي في أخبار الأحهاد المنقسمة إلى آخر كلامه وكما هي العادة نبدأ بالقراءة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين الأجمعين قال الحافظ رحمه الله وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقراءة على المختار خلافا لمن أبى ذلك والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوّز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقراءن أرجح مما خلا عنها والخبر المحتف بالقراءن أنواع منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قراءن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية ولإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة ومن من صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل ومن من صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل رحمه الله مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي رحمه الله ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس رحمه الله فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواه المطلع على العلل وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعددة والثالث بما رواه الأئمة ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم ثم الغرابة هذا الكلام الذي سمعناه يتعلق بالقسم الثاني من أقسام الخبر وهي أخبار الأحاد التي تقدم أنها المشهور والعزيز والغريب والكلام الذي تقدم يتعلق بالخبر الذي يفيد العلم وبما أن ما تقدم يدل على أن الذي يفيد العلم هو المتواتر بقسميه المتواتر اللقظي والمتواتر المعنوي ويفيد العلم أيضاً من الجهتين المذكورتين إما العلم الضروري وإما العلم النظري على ما بيناه فإنه يبقى بعد ذلك الكلام على أخبار الأحاد ماذا تفيد فالذي شاع عند كثير من من خاض في هذه المسألة ممن تأثر بعلم الكلام يرون أن أخبار الأحاد إنما تفيد الظن ومن شأ الإشكال ما ذكرته يوم أمس من أن هؤلاء يرون أن العلم لا يتبعظ ولا يتجزأ وإلا فإنهم لو رأوا هذا الرأي لأمكن أن يقولوا به وتضيق دائرة الإشكال الذي تكلم عليه عدد من أهل العلم الذين أخاضوا في هذه المسألة والذي يهمنا أن أخبار الأحاد على ما ذكرنا منها ما قد يكون متواتراً لأنه لا يسلم بتلك القيود التي افترضها من افترضها وهنا تضيق دائرة النقاش في هذه المسألة ثم على فرض أنه يبقى بعد ذلك الحكم على خبر الواحد من حيثه وليس على أخبار الأحاد أي على الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد أو بناءً على أن هناك من يرى متابعة هؤلاء لأئمة في أن العزيز والمشهور يمكن أيضاً أن يدخل في خبر الأحاد فهل يمكن أن يفيد خبر الواحد أو أخبار الأحاد العلم أو لا وإذا لم يفيد العلم فإنه لا يفيد إلا الظن سمعنا كلام الحافظ من أنه يرى أن الخلافة لفظي لأن الكل متفقون على أنه يجب العمل بالخبر المحتف بالقراءة ونحن نؤيد التخفيف والتهوين من شأن الخلاف ومحاولة جعل كلام الأئمة متفقاً وهذا مطلب شرعي ولكن لربما جاء من يثير إشكالات حول هذا فلا بد أن يكون الجواب حاضراً ويكون الواحد مننا متسلحاً بسلاح العلم فنجيب بما ذكرناه يوم أمس من أن الخبر إذا صح فإنه يفيد العلم ولكن إفادته العلم قد تكون بمقدار يتناسب مع طرقه التي وصلت إلينا ومع صفة الرواية ولربما كان هناك خبر أحد آخر يفيدنا العلم أكثر من هذا الخبر بحكم إما زيادة في عدد الطرق وإما علو أوصاف الرواية وأوصاف الرواية تتعدد فمن أوصاف الرواية التميز بالحفظ والتميز بالقطع باتصال السنة كان يكون مصرحاً فيه بالتحديث في جميع الطبقات ومن أوصاف الرواية أن تكون محكمة لا خلاف فيها لا سنداً ولا متناً بحيث يتفق الرواية أيضاً على أداء الحديث لفظاً فلا تتطرقوا بعد ذلك إلى الحديث النقاش حول مسألة الرواية بالمعنى ونحو ذلك من الأوصاف التي تحتف بالرواية كالتسلسل مثلاً فإن التسلسل يدل على مزيد ضبط إذا كان في الحديث تسلسل إما قولي أو فعلي أو زماني أو مكاني أو نحو ذلك مع العلم أن هذا قليل وسنتكلم إن شاء الله تعالى على المسلسل في وقته ونبين المراد بهذه الأمور ولكن وجود التسلسل في الحديث يدل على مزيد ضبط عند الرواة بطبيعة الحال ليس في كل الأحيان وإنما في الأمور التي ذكرتها أما لو كان التسلسل مثلاً في أسماء الرواة كأن يكون الحديث مسلسلاً بالمحمدين فهذا لا علاقة له بمزيد الضبط أو إذا كان الحديث مسلسلاً بروات من أهل بلد واحد كأن يكون مسلسلاً بالحجازيين مثلاً فهذا لا علاقة له بالضبط لكن إذا كان التسلسل يتعلق بصفة مثلاً كأن يكون كل راوي حينما يحدث بالحديث يقبض على لحيته أو يشبك يديه أو يقول قولاً كأن يقول يا فلان والله إني أحبك أو نحو ذلك فهذا كله يدل على مزيد ضبط بالإضافة إلى أنه لو كان في الحديث قصة أو ما يشبه القصة مثل أن يحدث بالحديث في يوم العيد أو يقول هذا هو أول حديث أحدثك به أو هذا أول حديث سمعته من شيخي أو نحو ذلك فهذه كلها أوصاف تدل على مزيد حفظ في الرواية الآن الحافظ يرى أن خبر الواحد إذا احتفت به القراء يفيد العلم وذكر هذه الأمور الثلاثة وهي أن يكون الخبر مخرجاً في الصحيحين أو في أحدهما والثاني أن يكون مشهوراً والثالث أن يكون مسلسلاً بالآئمة بالآئمة الحفاظ وهذه القراء الثلاث أخذها الحافظ بن حجر عن شيخ الإسلام بن تيمية ولكن كما سمعنا أنه لم يعزه إليه للسبب الذي أشرت إليه سابقاً إذ لعله لا يريد أن يذكره باسمه حتى لا يهجر هذا القول لأن النفوس الضعيفة قد تربط القول بقائله قبولاً ورداً فإن فإن صاحب القول ممن رضي عنه عند السامع المتلقي فإنه قد يتقبله وإن كان غير ذلك فإنه قد يرده لشيء في نفسه فلعل الحافظ صنع صنع هذا لهذا السبب وقد لا يكون أيضاً لهذا السبب وإنما على الطريقة التي مشى عليها بعض أهل العلم من استفادة الواحد منهم من علماء آخرين وليس بالضرورة أن يذكر من أين استفاد مثل هذا وهذا كان موجوداً في العصور السابقة ولا يثرب على صاحبه إلا إذا كان قد استفاد الكلام نصاً وكان الكلام إما طويلاً أو ربما وصل إلى حد أن يكون مؤلفاً فإنهم يعدون هذا سارقاً وأنه إنسان يأخذ ما عند الآخرين من غير تمييز ومن غير تصرف وأما في العصر الحاضر فإنما يسمى بالتوثيق العلمي يفرض على الإنسان أن ينسب كل قول إلى قائله ولا يسوغ له أن يأخذ من جهود الآخرين ما يأخذ ثم يوحي بنسبتها إلى نفسه وذلك إذا لم يعز هذا الكلام إلى قائله فإن هذا لا يليق فربما كان الدافع للحافظ بن حجر إما هذا أو ذاك أو ربما غيره مما خفي علينا والله تعالى أعلم على كل حال هو ابتدأ بالقرينة الأولى وهي ما إذا كان الخبر مخرجا في الصحيحين فإنه إذا لم يبلغ حد التواتر فإن مجرد تخريجه في الصحيحين يفيد العلم لسبب وهو أن هذين الكتابين قد تلقتهم الأمة بالقبول وهذا في الجملة وهناك أحرف نسيرة خولف فيها صاحب الصحيح من قبل بعض الحفاظ والكلام في هذا قد يحتاج إلى طول ولكن محصله أنه لا يلزم من كون بعض الحفاظ انتقد شيئا على الصحيحين أقول لا يلزم أن يكون كلامه مؤثرا في صحة الحديث حتى عند ذلك الإمام نفسه لأن كثيرا من الانتقادات تكون لبعض الطرق ولا تتجه إلى أصل الحديث بدليل أننا لو نظرنا في كلام ذلك الإمام الناقد كالدار قطني مثلا لوجدنا كلامه منصبا على طريق من الطرق فيكون تكلم فيها لوجود راو من الرواة هذا هذا الراوي يمكن يكون ممن تكلم فيه أو يمكن أن يكون خالفا غيره من الرواة في الرواية أو اختلف عليه في الرواية أو لغير ذلك من الأسباب لكن إذا نظرنا للروايات الأخرى للحديث وإذا بها لا علاقة لها بهذا الانتقاد فهذا يدل على أن الانتقاد إنما اتجه لطريق من طرقي هذا الحديث ولو افترضنا أن هذه الطريق لم تخرج في الصحيح لما ضر ذلك الحديث عدم تخريج تلك الطريق لثبوته من جهة أخرى أقول هذا يقع في كثير من الأحاديث التي يقع فيها التجاذب أو تكون محط اختلاف بين صاحبي الصحيح وذلك الإمام المنتقد وربما كان هناك غير ذلك مما عرف من طريقة صاحبي الصحيح من أنهما قد يخرجان الحديث المعلول وهما يعلمان بتلك العلة ويريان أيضاً أنها علة ولكن إنما أخرج تلك الطريق للإشارة إلى وجود تلك العلة في بعض طرق الحديث ولأخذ القدر المشترك من ذلك الطريق إذ إنه يتفق مع الطرق الصحيحة في كثير من جزئيات الحديث إنسنداً وإمتناً وربما كانت هناك أشياء تحتاج إلى كلام في هذا الباب أنا أتحاشى الدخول فيها حتى لا تذهب بي على حساب الوقت لكن ربما كانت هناك مناسبة لها فيما يأتي في الكلام على الحديث الصحيح والكلام على الصحيحين ونتكلم عليها إن شاء الله تعالى والذي نخلص به أن مجرد وجود الانتقاد لا يعني تضعيف الحديث وإذا كان ذلك كذلك فإنه يبقى للصحيحين هيبتهما وتبقى لهم هذه المكانة التي قلنا عنها إنها تلقي الأمة لهما بالقبول وهذا يعني اتفاق كثير من أهل العلم إن لم يكن كل أهل العلم على تلقي ذلك الحديث بالقبول ولا الحكم عليه بالصحة وهذا يعني إفادة العلم فنظرة هؤلاء العلماء لذلك الحديث مثل الحديث إنما العمال بالنيات مثلا أو غير ذلك من الأحاديث المخرج في الصحيح مما لم يعلم فإن نظرة أهل العلم لذلك الحديث واستعمالهم له واستدلالهم به يعني الحكم عليه بالصحة قطعا وهذا يقوم مقام التواتر بمعنى أنه يفيد العلم لكن هل يفيد العلم الضروري أو النظري بطبيعة الحال سيكون مفيدا للعلم النظري والذي يفيد العلم الضروري هو ما ذكرناه سابقا من وجود الخبر بلا طرق محصورة ومع ذلك فإنه يحتاج إلى النظر وبطبيعة الحال نحن ما أفادنا هذا الخبر العلم إلا بعد أن نظرنا إلى وجوده في الصحيحين ثم بعد ذلك علمنا هذين الكتابين ومكانت إمامهما ونظرة أهل العلم لهذين الكتابين وهل مجر فهذا كله نظر فإذن العلم تحصل لنا بعد النظر فيسمى العلم النظري ذكر ما امتاز به الكتابان مما ذكره جلالة الشيخين في هذا الشأن يعني في علم الحديث وهذا لا أظنه محل نزاع فجلالة البخاري ومسلم من الأمور الظاهرة التي لا تخفى على أحد ولا يمكن لأحد أن يقول إنهما ليس كذلك حتى ولو بإثارة بعض القضايا التي حدثت مثل المحنة التي حصلت للبخاري رحمه الله تعالى فإن إشكالية هذه المحنة إنما كانت في وقته في عصره لكن بعد أن تجلت الأمور تبين أن البخاري رحمه الله تعالى مصيب فيما رأاه وأنه لا حرج عليه في ذلك وأنه إمام من أهل السنة وأنه موافق لأهل السنة في مسألة القرآن ولكن الفتنة إذا حدثت فإنها تعصف ببعض الناس حتى تعمي عن حق ثم إذا هدأت استبانت الأمور وهذا الذي حصل بالنسبة للبخاري رحمة الله تعالى عليه أثير عليه أنه يقول بخلق القرآن وهو إنما أراد أن يعالج بعض الأخطاء التي نشأت من جراء التبعات لهذه الفتنة فإن الذين تحمسوا للسنة تخوفوا من هذه المسألة حتى إن بعضهم صار يقول إن لفظه بالقرآن غير مخلوق والسبب الذي دفعه إلى هذا أنه يخشى أن يقول كلاما يلزم عليه لوازم هذه اللوازم أن يكون جعل كلام الله مخلوقا بحكم التبعية في هذه المسألة ولو أنه ميز لما كان في ذلك أدنى إشكال ولكن حينما تتعالى الأصوات وتكثر الاتهامات وتعصف عواصف الفتن فإن حتى من استبان له الأمر يهاب أن يقول كلاما فيتهم بأنه مبتدع مثل ما نرى في عصرنا الحاضر من بعض المجسرئين على التبديع ولمجرد العدل والإنصاف في بعض المواقف إما مع بعض الأشخاص أو بعض الجماعات مباشرة تتجه أصابع الاتهام لمن يريد أن يكون عادلا منصفا يخاف على نفسه أن يحيف أو تزل به القدم ويخاف أيضا أن يجر على الأمة وبالا خاصة إذا كان ممن يقتدى به فإن كلامه يكون محسوبا ومعدودا في مثل هذه الأحوال فالفتن إذا عصفت وقال الله شرها تطيش معها العقول وفعلا ما وقع البخاري رحمه الله يمكن أن يستفاد منه دروس تربوية تفيدنا في هذا العصر أي بأنه ينبغي للإنسان أن يكون ثقيلا في الفتن لا تستخف ولا يطيش حتى ولو لبست لباس السنة أو يمكن أن يتهم بشيء من البدعة فإنه يتعامل مع خالقه جل وعلا وأما مواقف البشر فينبغي فينبغي أن لا تكون ضاقطة عليه حتى تخرجه عن حد الاعتدال فهذا دين ودين الله جل على لا نجعله عرضة للخصومات ولا نجعله متعلقا بقول فلان أو رأي فلان مع وضوح الحق في هذه المسألة فإن الله سيؤاخذ الإنسان مدام عالما والطريق واضحة عنده ولكنه هاب الناس وخافهم فينبغي أن تكون مخافة الله فوق مخافة الناس وهيبته لله جل وعلا فوق هيبته للناس فعلى كل حال البخاري رحمه الله لما لزم طريق الحق ولم يأبه بالناس ذهب أولئك الذين تكلموا فيه غاب نجمهم وبقي البخاري لامع النجم في أفق السماء حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهذا بالنسبة للذين ذهبت أسماؤهم أما بالنسبة لشيخه محمد بن يحيى الدهلي رحمه الله تعالى الذي كان ممن له سهم في هذه المشكلة فإنه إمام ولكن أولئك الذين آذوا البخاري حتى أوصلوا خبره لحاكم بخارة التي ذهب إليها البخاري ومورست أيضا عليه الضغوط حتى إنه أخرج من ذلك البلد وسأل الله أن يتوفاه لسبب ما لاق من أذى الناس واستجاب الله دعوته وقبض روحه رحمة الله تعالى عليه فإن هؤلاء لهم مصير سيلقونه ولهم رب سيحاسبه وقد برأ الله الذهلي من أن يكون ظالما بهذه الصفة وإنما تكلم ديانة رحمة الله تعالى عليه وإن كان قد خرج عن حد الاعتدال في بعض ما قال لكنه ليس كالآخرين ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له ول البخاري ولا يشك في فضل محمد بن يحيى الدهلي ولكن إذا وازننا بين مكانته ومكانة البخاري مع أنه شيخ البخاري ومع أنه هو الذي يمكن أن يرجع إليه في هذا الشأن في عصر البخاري إلا أنه بعد ذلك صارت مكانة البخاري فوق مكانة شيخه بدرجات وانتفعت الأمة بصحيح البخاري أكثر من انتفاعها بروايات محمد بن يحيى الدهلي أو بجهود محمد بن يحيى الدهلي ولا يفهم من كلامي الحط من قدره ولكن المقصود أنه ينبغي للإنسان أن يتمسك بالحق الذي هو عليه ولا يخاف في الله لوم تلائم والأمور يكلها إلى خالقها فعرفنا من طريقة البخاري كيف أنه لما خاف الله واتقه ولزم الطريق الذي رآه حقا فإن الله قد رفعه وإن كان في عصره قد لاق ما لاق ومثل ما أشرت إليها أيضا من صنيع الشيخ الإسلام بن تيمية إلى حد أن يكفر من يقول إنه شيخ الإسلام ويكون بعض الذين ينقلون عنه ينقلون كلامه ولا ينسبونه إليه مثل ما قلته عن الحافظ بن حجر أو مثل ما رأيناه في صنيع من الصنعاني صنعاني صابوني الصنعاني 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 لا لا ققد من الصنعاني أحسنت ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية فإنه ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام ولا يذكر لأنه لا يريد أن يهجر هذا الكلام لأنه لو ذكر شيخ الإسلام بن تيمة لن يتقبل الناس منه هذا الكلام مثل ما نرى في هذا العصر لو ذكر الشيخ محمد معدل وهاب عند بعض الناس وفي بعض البلدان يتركون هذا الكلام لكن إذا ذكر الكلام دون أن ينسب إليه يرون أنه حق وأنه كلام لذيذ وجيد مستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حصل أيضا هذا حتى للشاطبي رحمه الله فالشاطبي في كتاب الاعتصام ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية كثيرا خاصة من كتابه بطلان التحليل ولا ينسب إليه إنما يقول أحيانا قال بعض الحنابل وأيضا الذي يدعه لذلك هو هذا السبب لكن الآن صار من يريد أن يزكي نفسه يقول قال الشيخ السلام بن تيمي لأن مجرد ذكره له يعني تزكيته لمنهجه فسبحان مغير الأحوال وذهب أولئك الذين تكلموا فيه وقضحوا وحطوا من قدره وقالوا ما قالوا ذهب ومن الذي بقيت له المكان هو من حضي بهذا الشرف نسو الله جل وعلا يرزق جميعنا الإخلاص في القول والعمل ذكر أيضا تقدم البخاري ومسلم في تمييز الصحيح على غيرهما الجلالة التي حصلت لهما وتقدمهما في تمييز الصحيح من غيره على غيرهما من العلماء قال وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر بل نقول إنه يعطي الحديث مزيد قوة قد تصل في بعض الأحيان لبعض القوة التي تحصل بالتواتر مثل إذا اجتمعت الأوصافة التي ذكرها الحافظ من حجر إذا كان الحديث مخرجا في الصحيحين وإذا كان مشهورا يعني أن له طرقا وإذا كان طرقه مسلسلة في الأئمة أو يرويه الأئمة الحفاظ المتقنين فإن الحديث الذي بهذه الصفة لا شك يكون مفيدا للعلم وبقوة وقد يضارع ما قد يطلق عليه بعضهم وصف التواتر وهذا لا يتجلى إلا كما قال الحافظ بن حجر لمن كان من أهل هذا الشأن أما من لم يكن من أهل هذا الشأن فإن مثل هذه المعاني قد تغيب عنه والله تعالى أعلم قال إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين وبينت ما على هذا من التحفظ فإنه إذا كان الانتقاد متجها لبعض الطرق فإنه لا يتجه لهذا الحديث وأرجو أن نستوعب هذه المسألة جيدا وكثير من الانتقادات هي بهذه الصفة تتجه لبعض الطرق وأما الطرق الأخرى فهي سالمة مثل حديث عائشة رضي الله وتعالى عنها في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فالبخاري رحمه الله لما أخرجه من طريق سفيان الثوري أشار بعده إلى طريق شعبة التي فيها مخالفة لرواية سفيان الثوري مخالفة إسنادية يعني في شيخ الأعمش فسفيان يذكر شيخ للأعمش غير الشيخ الذي ذكره شعبة والصواب مع سفيان الثوري ولكن البخاري ذكر رواية شعبة ليدلل على أنه عارف بها مطلع عليها وإنما اختار رواية سفيان لأنها هي الأصوب فذكره لرواية شعبة إنما جاء على سبيل التعليم ومن جاء بعد ذلك من العلماء ونقد رواية شعبة التي ذكرها البخاري فإن هذا لا يلزم البخاري أصلا فالبخاري أخرج رواية سفيان السالمة من العلة والتي اختارها فالحديث من رواية سفيان لا يتج إليه مثل هذا التعليل أبدا والأمثل على هذا في الحقيقة كثيرة يعني من تتبع الحديث التي انتقدت على الصحيحين يجد مصدقية هذا الكلام حينما يستوعب طرق هذا الحديث ثم حتى الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد فإنه لا يلزم من انتقاد ذلك الإمام أن يكون انتقاده هو الراجح بل قد يترجح الرأي الآخر وهو رأي البخاري ومسلم فإنهما إمامان وليس اختيار قول ذلك الإمام المنتقد كدر قطني مثلا بأولى بالقبول من قول البخاري ومسلم أو أحدهما فإن العبرة في مثل هذه الحال بالنظر ومن رزقه الله الفهم ونظر في طرق الحديث وفي تعليل هذا الحديث وترجح له أن قول البخاري ومسلم أقوى فإنه لا اعتبار بعد ذلك لمثل ذلك الانتقاد ويمكن أن يقال إن هذا اجتهاد من ذلك الإمام ولكن الصواب مع البخاري ومسلم وهذا له أمثلة مثل الحديث الرجل الذي قبل امرأة ثم جاء للنبي صلى الله عليه وعليه وعليه وعترف له بذلك ويريد من النبي صلى الله عليه سلم أن يطهره إن كان يترتب على ذلك تطهير فقال له النبي صلى الله عليه سلم صليت معنا قال نعم قال ذهب فقد غفر الله لك وقرأ قبل الله جل وقرأ 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 هذا الحديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه وأعله أبو حاتم الرازي والبرديجي فهل تعليلهما يعني أن هذا الحديث خرج عن هذا الحيز نقول لا تبين أن رأي البخاري ومسلم هو الأصوأ والمسألة كلها تدور لراو من الرواة هو الذي عليه مدار هذا الحديث وهو عمر بن عاصم الكلابي في البخاري ومسلم يريان أنه يحتج به وأبو حاتم والبرديجي يريان أنه لا يحتج به فهو ثقة وسط عند البخاري ومسلم وصل إلى حد الاحتجاج عند أبي حاتم والبرديجي لم يصل إلى هذا الحد وهما معروفان بالتشدد فأهل العلم أخذوا برأي البخاري ومسلم في هذه المسألة ولم يجعلوا تعليل أبي حاتم والبرديجي مؤثرا على صحة هذا الحديث إذن لا يلزم من وجود الانتقاد أن يكون ما قاله المنتقد صوابا فقد يخالف ذلك المنتقد قد يكون الصواب مع البخاري ومسلم وهذا وغيره كله مما يجعل قضية الانتقادات لا تأخذ بالحساسية التي تؤثر على قبول حديث الكتابين أو الحط من قدر الكتابين في نفوس الأمة بعد أن حصل لهما هذه المكانة طيب قال إلا أن هذا يختص بما لم يتقد أحد من الحفاظ مما في الكتابين جبن عنه وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيحه لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ومع ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحاته هذا الكلام فيه شيء من العموم الذي يحتاج إلى توضيح فقوله وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين في الغالب ينصرف إلى المتون فإذا كان هناك متنان متعارضان حيث لا ترجيح بمعنى أنه يصعب علينا أن نرجح بين هذين المتنين فإن العلم الحاصل بقبول أحد هذين المتنين لا يكون متحصلا كالعلم الذي تحصل من الأحاديث السالمة من مثل هذا التعارض يقول لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما يعني لا بد أن يكون هناك خطأ ما دام أننا لم يمكننا الترجيح فلا بد أن يكون هذا التعارض يترتب عليه أن أحد الراويين قد أخطأ لكن مثل هذا الكلام يحتاج إلى دليل أو مثال فإن جاء بالأحاديث التي تدخل فيما يسمى بمختلف الحديث وهذا سيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله تعالى فمختلف الحديث يبذل أهل العلم فيه قصارى جهدهم في محاولة التوفيق والجمع بين الأدلة مثل حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد فهذا يثبت وهذا ينفي إذن وقع التجاذب بين مدلولين هذا يثبت وهذا ينفي تجاذب قال حيث لا ترجيح طيب حينما يقول حيث لا ترجيح قد يكون ترجح لبعض أهل العلم ولم يترجح لبعضهم فالذي لم يترجح له يرى أنه لا ترجيح في مثل هذه الحال فصار هناك تناقض بين هذين الحديثين فكيف يفيدان العلم مدام وقع بينهما هذا التجاذب هذا مراد الحافظ لكن يبقى السؤال هل في الصحيحين شيء من ذلك فكل ما في الصحيحين خاصة ما في البخاري قد أجاب عنه الحافظ بن حجر نفسه فهو يدرى هذا التجاذب عن تلك الأحاديث وهذا في شرحه لصحيح البخاري وهكذا إذا وجد شيء في مسلم فإنه يجتهد في إزالة الإشكال الواقع فيه لكن تبقى بعد ذلك بعض الأحاديث التي حصل فيها بعض الإشكالات لكن يمكن تكون هذه الإشكالات عند بعض أهل العلم وهي مدفوعة عند علماء آخرين مثل حديث التربة الذي في صحيح مسلم خلق الله التربة يوم السبت فبعض أهل العلم يرون أنه معلول منهم علي بن المديني والبخاري رحمة الله تعالى عليهما وابن جرير الطبري بعد ذلك جاء شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم كلهم يرون أن هذا الحديث معلول وهناك علماء آخرون يرون أن الحديث غير معلول وكتبت في ذلك بحوث ودونه وهكذا أيضا مثل حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أعطنيها الأولى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمره حتى يقاتل في الإسلام كما قاتل في الكفر والثانية أن يستكتب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه معاوية يتخذه كاتبا عنده والثالثة أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم حبيبة وأم حبيبة كان قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بوقت قبل إسلام أبي سفيان فجعلوا هذا علة حتى حكم ابن الجوزي على هذا الحديث بالوضع فالمسألة ليست الآن مسألة تجاذب فقط وإنما حكم عليه بالوضع وممن ذهب أيضا إلى تعليل الحديث شيخ لسام بن تيمية وابن القيم وابن كثير وهكذا ومع ذلك فهناك من دافع عن هذا الحديث وفيه بعض البحوث التي كتبت دفاعا عن مسلم لكن البخاري لم يخرج لا هذا الحديث ولا الذي قبله وهكذا فمثل هذه الأحاديث التي يقع فيها مثل هذا قد يقال إنها على طريقة من يرى أن العلم لا يتبع إنها لا تفيد العلم وأما من يرى أن العلم يتجز فإنه يقول إنها تفيد العلم ولكن ليست إفادتها للعلم كإفادة الأحاديث المحكمة السالمة من الاعتراض فتلك فيها مزيد علم أقوى من العلم الذي تدل عليه هذه الأحاديث إذن المسألة كلها تعود لوجود المثال وإذا جاء بالمثال جاء بكلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى الذي يقول فيه ليس في صحيح حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان متعارضان من كل وجه ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينه فيرى أن الحديث إذا صح ليس فيه تعارض بين هذه الأحاديث ولهذا يوجد في كتب علم الحديث خاصة في مبحث مختلف الحديث ومضطرب الحديث ما يشعر بأنه قد يكون في بعض الأحاديث التي صحت أسانيدها ولكن لا يمكن العمل بها لهذا السبب ومع ذلك يأتي من أهل العلم من يجيب عن الإشكالات التي تكون في تلك الأحاديث بحيث يدفع عنها ذلك التعليل فالمسألة تعود لفقه الحديث ولبراعة الناظر في ذلك المتن في محاولة جمع النظائر إلى مثيلاتها ومعالجة كيف يزوج الأخت على أختها فالجواب أن هذا كان مطروحا على النبي صلى الله عليه وسلم ويبدو أنه قبل نزول آية النساء التي تحرم الجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف وذلك وذلك حينما تهابت الناس على العرض على النبي صلى الله عليه وسلم فهناك من عرض عليه ابنة حمزة وقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة وأم سلم أو أسف أم حبيبة عرضت عليه أختها فقال أو ترغبين في ذلك قالت نعم ولست لك بمخلية فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تحل له لأنها أخته وهكذا فهذا مما يجاب به ويندفع به الإشكال فمن غاب عنه مثل هذا الدفاع قد ينفتحه لإمام آخر جواب عن ذلك الإشكال فيزول فهذه كلها كما قلت تعود لفقه الحديث ولبراعة الإمام الذي يستطيع أن يدفع هذه الإشكالات عن تلك الأحاديث يقول الحافظ رحمه الله فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صحح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية والإجماع محاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة يعني أن بعض المعترضين يقول إن أهل العلم إنما اتفقوا على تلقي الكتابين على تلقي البخاري الصحيحي البخاري ومسلم بالقبول من جهة العمل لا من جهة الصحة يعني على العمل بما تضمنه هذان الكتابان ولو كان ذلك الحديث مما لم يصل إلى حد الصحة وإنما فيه علة لكن هذه العلة لا تمنع من العمل به يقول نحن نمنع مثل هذا والسبب في المنع أن العلماء كلهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح فلو كان الحديث صحيحا في خارج الصحيحين فإنه يجب العمل به وبالتالي لا يبقى للصحيحين مزية في مثل هذه الحال فلماذا صارت هذه المزية للصحيحين إذا كان مناط الأمر أو مناط هذه المكانة أو مناط هذا القبول إنما هو العمل فالعمل حاصل أيضا بالأحاديث التي ليست في الصحيحين إذا كانت صحيحة طيب قال فلم يبقى للصحيحين في هذا المزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة ذكر وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وهو يعد من المتكلمين لكن له كلام جيد في قبول خبر الواحد وأنه يفيد العلم وقد نقل عنه هذا أيضا الشيخ السلام بن تيمي رحمه الله ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي هذا صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين وليس كتاب صاحب المسند لأن صاحب المسند اسمه عبد الله بن الزبير الحميدي وليس وليس كنية أبو عبد الله قال وأبو الفضل بن طاهر أبو الفضل بن طاهر المقدسي هذا صاحب شرط الكتب الستة وصاحب كتاب الجمع بين الرجال الصحيحين وغير ذلك من الكتب النافعة رحمه الله الجميل قال وغيرهما في الحاشية النقل عن البلقيني في محاسن الاصطلاح بإضافة بعض الأئمة الآخرين كأبي حامد وأبي الطيب وأبي إسحق الشيرازي والسرخصي والقاضي عبد الوهاب وهم من صنوف المداهب منهم من هو حنفي كالسرخصي ومنهم من هو مالكي كالقاضي عبد الوهاب ومنهم من هو شافعي كأبي إسحق الإسفرايين وبي إسحق الشيرازي وغيرهما وقد شرطي لهذا يوم أمس بأن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نقل عن بعض أئمة المذاهب الأربعة كلهم ما يدل على أن خبر الواحد يفيد العلم أيضا قال ومنها المشهور أو قبل ذلك ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما الصح الصحيح وهذا في الجملة صحيح يعني أن صاحبي الصحيح أعني البخارية ومسلما انتقي أصح الصحيح ولم يخرج كل الصحيح وهذا باعترافهم فالبخاري رحمه الله يقول أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح فإذا كان يحفظ مئة ألف حديث صحيح فكم أودع في كتابه منها نجد أنها بالمكرر لا تصل إلى سبعة آلاف وثلاثمائة بل قرابة سبعة آلاف ومئتين وخمسة وسبعين حديثا هذا بالمكرر أما بدون المكرر فهو دون ذلك بل دون الثلاثة الآلاف فإن ذهبت البقية هذا دليوع على أن البخاري رحمه الله يرى صحة أحاديث لم يخرجها في صحيحه ويدل على هذا صراحة تصحيحه لبعض الأحاديث التي ينقلها عنه بعض تلاميذه كالترمذي فالبخاري رحمه الله صحح حديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته ولم يخرجه في كتابه وصحح حديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقهه وهذا اخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري وصحح حديث أخرى غير هذه كلها في خارج الصحيح وينقل عنه الترمذي في كثير من الأحيان ذلك فهذا يدل على أنه انتقاء صح الصحيح وهكذا مسلم بن حجاج أيضا ففي آخر كتاب الصلاة من صحيحه لما سئل عن حديث قراءة الإمام وأنها قراءة الإمام الخلف فقال هو حديث صحيح فقيل له لماذا لم تخرجه في كتابك فقال ليس كل شيء عندي صحيح أودعته ها هنا إنما أودعتها هنا ما أجمع عليه إذن هو عنده أحاديث صحيحة لكن لم يدعها في صحيحه إذن هو انتقاء صح الصحيح فهذا الكلام فعلا كلام جيد طيب القرينة الثانية قال ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الروات والعلل ومما صرح بإفادته العلم النظري الإستاذ أبو منصور البغدادي والإستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما مع العلم أنهما ممن عرف بأنهما ممن تأثر بعلم الكلام طيب إذن إذا كان للحديث طرق صار بها مشهورا ولم يبلغ عند بعضهم حد التواتر فإن هذه الطرق قد تصل بهذا الحديث إلى إفادة العلم إذا كانت هذه الطرق سالمة من الضعف وسالمة من العلل لأن بعض الطرق أحيانا تعود لطريق واحد قد يترى لك أن هذا الحديث ورد من طرق متعددة ولكن بالنظر إلى مخرج الحديث وهو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد يتبين أنه حديث واحد ولكن اختلف على ذلك الراوي فمنهم من يجعل هذا الحديث عن صحابي ومنهم من يجعله عن صحابي آخر وهكذا فلا يقال إن هذه طرق مثل حديث صوم يوم السبت وهو حديث عبد الله بن بسر مداره على عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه فهناك من يجعله من حديث عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيه من عبد الله بن بسر وهناك من يجعله من رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء فصار الحديث الآن من مسند الصماء هناك من يرويه ويجعله عن عبد الله بن بسر عن خالته الصماء فصار الآن عن خالته هناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن أمه هناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن عائشة هناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن أبي هناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن أبي أمامه وعن ثوبان وهكذا فهذا اختلاف على راوين واحد بعض الذين يجتهدوا في هذا يقول حديث صوم يوم السبت حديث صحيح ورد عن ستة أو سبعة أو ثمانية من الصحابة وهم فلان وفلان 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 هذا لا يصلح لا يصلح هذا اختلاف في الحديث هو حديث واحد ولكن يخطئ بعض الرواة فيجعل صحابيه مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا فينبغي أن نتنبه لمثل هذا وإذا كان الحديث وردت له طرق صار معها الحديث مشهورا ولكن كل طريق مستقلة عن الطريق الأخرى كل طريق صحيحة وسالمة من العلة فإن هذه هي التي يتقوى بها الحديث ويصل إلى إفادة العلم فهذا القيد الذي ذكره الحافظ هنا قيد جيد حينما قال إذا كانت له طرق متباينة لاحظوا التباين معناه أنها لا تلتقي الطرق هذه في مخرج واحد لا تدر على راو واحد لأنها لا تكون متباينة في هذه الحال وإنما لابد أن تكون هذه الطريق مستقلة عن الطريق الأخرى وحتى لو كان هذا الاختلاف مقبولا فبعض الرواة المكثرين كالأعمش وبيسحق السبيعي وقتادة وغيرهم قد يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد فإذا كانت كل الطرق تمر به فلا يصرح أن يقال عن هذا الحديث إنه مشهور بهذه الصفة التي يراد معها أن يكون الحديث أفاد العلم طبعا عند هؤلاء أما عند علماء الحديث فإنهم ينظرون الاعتبارات أخرى حتى ولو كان المدار على راوي واحد لكن يقع أحيانا من الراوي المكثر تلون في الرواية فإذا جئنا على سبيل المثال للزهري في حديث الإفك فإنه رواه عن عدد من شيوخه رواه عن سعيد بن مسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عروه بن الزبير وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم يرواه عن عائشة رضي الله تعالى عنه فلا يقال إن هذا اختلاف على الزهري فالروات اختلفوا فمنهم من يرويه ويجعل الشيخ الزهري فيه سعيد بن مسيب ومنهم من يرويه ويجعل الشيخ الزهري فيه عروه بن الزبير ومنهم من يرويه فيجعل الشيخ الزهري فيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهكذا لا لا يقال هذا والدليل عليه أن في رواية الزهري التي في الصحيح جمع هؤلاء الشيوخ كلهم وقال حدثني فلان وفلان 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 كلهم يحدثوا عن عائشة ودخل حديث بعضهم في بعض وساق الحديث بمساق واحد لأنهم كلهم ثقات وكلهم أخذوه عن عائشة فسواء كان هذا اللفظ هو لفظ صعيد من المسيب أو لفظ غيره فلا إشكال فكلهم ثقات القرينة الثالثة قال ومنها المسلسل بالآئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه في غيره عن الشافعي ويشاركه في غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم إلى آخر الكلام بعض الناس قد يظن أن مراد الحافظ بن حجر أو قبله شيخ لسان بن تيميا بهذا الكلام أن يكون الحديث مسلسلا بالآئمة المتبوعية لأن هذا الذي مثل به في هذا وهو حديث من رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر فنقول إن من فوق الإمام مالك ليس من الأئمة المتبوعي فإذا كان ذكر نافع فإن في الرواتع نافع وفي الرواتع عن الرواتع نافع وهكذا من قد يفوق نافعا في حفظه وإتقانه فليست المسألة مربوطة بأن يكون الإمام المذكور هنا من الأئمة المتبوعين بل حتى غيره من الحفاظ الكبار مثل سفيان الثوري شعبة بن الحجاج وأنثال هؤلاء الجبال في الحفظ والإتقان فإذا جاءنا حديث من رواية هؤلاء الحفاظ فإنه هو الذي تنطبق عليه هذه الأوصاف ويفيد العلم في هذه الحال ويدخل في هذا ما عرف بأصح الأسانيد وهذه مسألة معروفة ولعلها تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى فالأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد معنى ذلك أن الحديث التي تروى بها هي من أعلى الصحيح فالصحيح على درجة منها ما هو أصح الصحيح ومنها ما هو دونه فأصح الصحيح هو الذي يبغي أن ينظر إليه بهذه النظرة لكن هنا قال كلاما قد يكون مشكلا وهو قوله حيث لا يكون غريبا مع العلم أنه يتحدث الآن على الحديث الذي هو خبر واحد فقد يكون حديثا جاء من طريق واحد ولكن هذا الطريق مسلسل بلا إما الحفاظ فكيف لا يكون غريبا آه إذن ليس مقصوده الآن الغرابة الاصطلاحية وهي رواية الواحد وإنما مقصوده الغرابة التي تستنكر فإذا كان الحديث أعل بالتفرد وهناك بعض الحديث التي تعل بالتفرد ولو كان رواتها ثقات فهذا تعليل منهم لذلك الحديث فإن الثقة قد يخطئ وهذه فائدة علم العلل فإن علم العلل كما أشار إلى ذلك كثير من أهل العلم كشيخ السامتيمة وغيره مبنى علم العلل على أوهام الثقة حتى لا يقال أنتم تقدسون الأشخاص فهل كلامكم هذا يعني أن الثقة لا يخطئ معصوم مبرى من الخطأ نقول له قد يخطئ طيب إذا كان يخطئ ويجوز عليه الخطأ فكيف تصححون روايته على الإطلاق كنا لا نصحح روايته على الإطلاق بل من أحاديث الثقات ما يمكن أن يعلم ويرد حتى ولو كان صحابيا صحيح ولا لا صحيح يعني بعض الصحابة انتقدت عليهم بعض رواياتهم فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محر وخطأ أهل العلم بن عباس وهذا صحيح عن بن عباس يعني ما نقول مثلا أنه ما ثبت عن بن عباس بل هو ثابت عنه ولكن بن عباس أخطأ في قوله هذا وهو صحابي وثقة وحافظ ولا شك فيه لكن الثقة قد يهن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ماذا قال 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 إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إحداها في رجب وخطأته عائشة قالت رحم الله عبد الرحمن والله ما اعتمر رسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر رسول صلى الله عليه وسلم في رجب قد وسمعها عبد الله بن عمر وسكت فالثقة يجوز عليه الوهم ولكن هذه مهمة علماء الحديث فإنهم يميزون الصحيح من السقيم حتى في روايات الثقة ومن حفظ الله جل وعلا لدينه أنه لا يدخل الزيف ولا الوهم في دين الله هذا من حفظ الله جل وعلا لدينه إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فما يكون من أوهام بهذه الصفة فإنها تستبين لأهل العلم الذين قيضهم الله لخدمة دينه وإلا فإنكم ترون من أحوال هؤلاء الأئمة عجبا كثيرا من تضحيتهم بأنفسهم بأوقاتهم وهجرهم للأوطان وللأهل ترك الأموال وهل مجر وهذا بسبب ما ألقاه الله جل وعلا في روعهم من محبة هذا العلم ليكونوا خداما لدينه مثل أن الأنبياء لهم مهام قاموا بها كذلك أيضا علماء الحديث جندهم الله جل وعلا لخدمة دينه والله تعالى أعلم إذن تضح لنا أن المقصود بالغرابة هنا الغرابة التي تستنكر وليس المراد الغرابة الاستلاحية طيب قال وَلَا يَتَشَكَّكُمَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ بِالْعِلْمِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكًا مَثَلًا لَوْ شَافَهُ بِخَبَرْ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهُ نقول وغير مالك أيضا فلو جئ من حيث الحفظ والإتقان برواة آخرين لوجدناهم أحيانا يضارعون مالكا مثل عبيد الله بن عبد الله العمري فلو نظرتم في ترجمته وترجمة الإمام مالك لوجدتم أنهما فرسارهان وهناك من يقدم عبيد الله بن عبد الله العمري في نافع على مالك فليس المقصود شخص مالك رحمه الله لأجل إمامته في الدين وإنما المقصود توفر الصفات التي يكون بها هذا الراوي بهذه المكانة فهذه موجودة أيضا في غير مالك كعبيد الله العمري وأيوب الصفتياني ونحن هذا بالنسبة لروات نافع كذلك لروات الزهري هناك من يضارع مالكا في الزهري مثل سفيان بن عيينة وعلي بن مديني يقدم سفيان بن عيينة على الإمام مالك في الزهري وهذا محط خلاف بينه وبين الإمام أحمد فالإمام أحمد يقدم مالكا على سفيان بن عيينة لكن علي بن مديني يقول له أنا أقدم سفيان على مالك بالإضافة إلى وجود من يشترك معهما أيضا في هذه المكانة مثل معمر بن راشد شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيلي كلهم من هذه الطبقة من طبقة مالكا سفيان بن عيينة في الرواية عن الزهري فهؤلاء أيضا لهم الدرجة العليا من الحفظ والإتقان في روايتهم عن الزهري وهلهم وجراء فإذا جاءك الحديث من طريق هؤلاء الكبار الذين سلمت الآئمة لهم بالحفظ والإتقان وصارت أحاديثهم في الدرجة العليا من الصحة فلا كلام بأن الحديث يفيد العلم وأما ما يمكن أن يستثنى من ذلك من أوهام الرواة فهذا كله مما نبه عليه أهل العلم في مضانه والله تعالى أعلم طيب قال فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو يعني إذا انضاف للإمام مالك من هو في تلك الدرجة إذا كان الإمام مالك رواعا نافع حديثا ثم وجدنا عبيد الله العمري يروي عين الحديث يقول فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة صحيح يزداد قوة لكن ليس معنا هذا أن الحديث أبد أن يكون له طرق لا بل قد يجتمع هؤلاء كلهم في طريق واحد فإذا كان الإمام مالك رواه هذا عن نافع ورواه أيضا عبيد الله العمري وأيوب السختياني صاروا الآن ثلاثة لكن يرون عن من عن نافع ابن عمر صار الحديث الآن واحدا يعني ليس مشهورا إنما هو حديث ابن عمر فقط فهذا هو الذي يصدق عليه هذا الكلام ونتوقف عنده هذا ونواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل أفعاد شيخي اشترك تشترك تشغيلها انتظر في الحديث اشترك تشغيلها شكرا